عندما ينتهي الحب لا يتبقى منه سوى الذكريات من من يسترجعها بأسى ومن من يشعر بحنين أو ربما لعى والسؤال المحير هل من الأفضل الاحتفاظ بذكريات الحب أو تخلص منها؟ في الواقع الأمر ليس بتلك البساطة ذكريات الصور والرسائل والهدايا والتذكارات المشتركة التي كانت يوما رمزا للمحبة والمودة بين الحبيبين قد تتحول بسرعة كبيرة إلى محفزات مؤلمة لأوجاع القلب بعد الانفصال بحسب تحليلات علمية طيب خلونا نروح للسوشيل ونشوف نصيحة الدكتور محمد الأشقر هل نحتوز بذكريات الحبيب أم نتخلص منها بعد الانفصال؟ احذف الصور والمحادثات بعد الانفصال بس تطلع من غلاقة وإذا كنت أنت الشخص الخسران وهو كان الشخص يلي تركك بنصحك نصيحة ذهبية أنك تحذف جميع المحادثات والصور يلي كانت بيناتكم أو على الأقل تشيلهم من عموبايلك وتبعدهم عنك قدر المستطاع تحتموك اليوم وكل لحظة بتحس فيها بوجع وفراغ وتشتألو فيها تركض على المحادثات والصور تذكرني أن الصور أنت اللي كانوا بيناتكم إن كانت بس اللحظات الحلوة والمحادثات الجميلة اللي كنتو عم تعملوها كانت بلحظات العلاقة الحلوة لكن العلاقة كان متخلل لها كتير مشاكل حتى وصلت لمحة لأنه تخلى عنك فيها فأنت كلما بتركضوا هالصور والمحادثات أنت عم ترجع تفتح الماضي الأليم وعم تتذكر شغلات الحلوة اللي كانت بيناتكم وتنسى الشغلات البشعة اللي وصلتكم لهون فبنصحك تتحذفهم وتعمل بلوك لهذا الشخص وتبتعد عنه تحاول تتجنب الابتصال موم حتى تنسى طيب خلقونا نرحب في الاستوديو بضافتنا الاستشارية النفسية إليزا حاطوم مسايد صباحك إليزا وأيضا زميلة راوية تنضم معنا في هذه الفلعة كلنا عندنا ذكريات يعني مستحيلة حتى لو تخلصنا من الماديات رح تبقى في نفسنا وفي عقلنا سواء بشكل سلبي أم إيجابي لكن قبل ما نبدأ هذا الحوار خلينا نروح للزميلة الريانة وزاوية شعرية وجدانية ومعها أقوال عن الحب والذكريات أكيد يا ريم وحتى الآن في رسائل ما زالت موجودة وكمان صدرت في كتب زي رسائل غسان كنفاني لغاد السمان يعني أصبحت مرجع للعشاق وأرسد به كده غاد السمان أدب الاعتراف خلونا نستعرض يعني بعض النصوص والأجعار وعودهم الحنين إلى الحب القديم وحاصرتهم الذكريات إليكم أشحر الأجعار والأغاني عن الحنين إلى الحبيب السابق نبدأ طبعا بالنص الأشهر لأبي تمام نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل وبالنسبة لما يذكر بالحبيب السابق ننتقل إلى نزار قباني الذي قال رباه أشياؤه الصغرى تعذبني فكيف أنجو من الأشياء رباه هنا جريدته في الركن مهملة وهنا كتابا معا كنا قرأناه وللأماكن التي تحمل ذكريات المحبوب حيز في أغنية دارة الأيام لست أم كلثوم حيث تغنت أغرب من قلبي أروح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان أغرب من قلبي أروح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان مدنة الحم نحن لتنين ونين الدنيا أمل 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 أما حديثاً تناولت نوال الكويتية الحنين إلى الحب القديم بشكل رقيق مثل النسيم الساكن اللي مر لبغصنه تحرك ذكراك مرتني بصمته جاء على بالي كلام حاول الشعر الكبير فاروق جوياد الهروب من ذكرى الحبيب في قصيدته بقايا بقايا لماذا أراك على كل وجه فأجري إليك وتأبى خطايا وكم كنت أهرب كي لا أراك فألقاك نبضاً سرع في دمايا يعني لا جدوى صراحة في الموضوع الآن عودة إلى ريو وراويا أنا أريد أن أزيد عليها قولي كثيراً كثيراً يعني ما في قاعدة بتقول أنه إذا نحنا يعني بدنا نتخلص من غراد الأكس هيدا ممكن يشير القلق والتوتر والقلم لأنه هي عن جد بتتكل على كل شخص يعني أوقات فيه أشخاص إذا تخلصوا من الأشياء بتساعدهم يتخطوا وفي ناس بيحسوا أنه لا أنا بحب أترك ذكرى حلوة من هيدا الشخص هلأ هي بتتكل إذا هيدا الشخص كان ذكرى حلوة بحياته للإنسان أولا وسبب الانفصال كمان وهل كان الانفصال مفروض عليه أم أنه كان باختياري بس طيب أوكي سهل أنه نتخلص من ذكريات الحبيب السابق الفعلية الحسية شو بالنسبة للذكريات اللي بنحملها بالقلب وبالعقل يعني بالقلب بالقلب هو بيصير الإنسان هو بده يقيم كيف بده يكمل حياته لقدام أوكي يعني مثلا نحنا تركنا علاقة معينة ما في حدا بيساعد الشخص يتخطى مشكلة معينة إلا هو بده يتخط قرار وهيدا ما بيعني أنه هيدا الإنسان رح يتبخر من الزاكرة طبعنا ويروح كومبليتلي يمكن يضل إلو محل معين بحياتنا بس دقنا نقدر نتخطى ونكمل لقدام حاملين معنا ذكرة حلوة هلأ أوقات ما بدناش يذكرنا فيه أبدا كمان مثل ما قلت على تجربة نفسها بس أنا يعني أنا شخصيا ضد فكرة أنه كل تجربة محية خالص يعني فيه هيدا الشابتر بحياتنا هيدا المحور ما بدنا نخزق كل الوراق نحنا وعم نقطع بالإكسبرينس بحياتنا يعني لازم يضل في شيء هيك يعني يمكن طبعا على تجربة الدروس اللي تعلمناها من هاي التجربة باعتقد هذا الإشي اللي اللي ما نطلع الوراق نقول إنه أوكي هيدا كانت ذكرة حلوة مع هيدا الشخص هيدا علمني كذا مشكل شي يعني نشيله نكبه بس كمان نرجع منقول يمكن الشخص ما بده شيء ذكره بحبيبه السابق خالص ما بده لكادو ولا بده ولا شيء بس هل عم بيصير كمانا في مشكلة أكبر من الكادويات واللي هي السوشال ميديا السوشال ميديا والواتساب لازم أعمل له بلوك ما لازم أعمل له بلوك كيف بشيله من حياتي كيف فيني أتخطى يعني هيدا موضوع كثير كبير زمان ما كانتش يعني عن جرد يعني الناس اللي بيشتغل معهم كثير بيعانوا من هيدا الموضوع مضبوط والمشكلة الأساسية فيه أنه بيقولولي طيب لازم أعمل بلوك للأكس طبعي كمان هيدا سؤال كتير خاص أول شي بيسألوني أنتو يعني إذا مش عاملين بلوك لهيدا الإنسان عم بيأسر على حياتكم بيكونوا كبير وقالين بلوك طيب لأنه بيكونوا مهتمين يتابعوا شو عم بيعرف شو عم بيعمل وبيسوي يكون موجود ومتتابع عرفت كيف يقول لك مرضو الأفضل الحلول أنك ما تندي بلوك ومتتابعي بس عشان تسوي أنه لا أهمية له وجوده زي عدم مش كل الناس قادرين على هذه الفكرة مشكلة الناس قادرين بس أوقات أنه بيصير هيدي أكتر شغلي بتلفتلي نظري بشغلي بيقولولي أنا حب أعمل لو بلوك لأنه أنا برتاح بس إذا عملت لو بلوك رح يفكرني مقهورة أيوة هذا هو عرفت مظبوط فأنا بقول لها بس أنت مقهورة بيقول لي إيه بس هو رح يفكرني مقهورة ما بديش يشمت فيي حلق واحد يرد اعتباره شي كتير مهم بس أكيد حنكمل موضوعنا هذا لكن خلينا نروح إلى لبنان وسألنا الناس هناك ماذا تفعل بذكريات الحبيبة السابق زكريات الأكس يعني هي ذكرى حلوة بتكون بتعلم منها للمستقبل لتجربة النكس تجربة تجربة جديدة بحياتي حرقينهم خاصين منهم بنزل النهايات أخلاق وما في شي بقى أتذكروا منه ما في ذكريات يعني بحتفظ فيهم للذكريات لأنه هؤلهم اللي بيعملوا بيخلوك تكون من أنت اليوم ما عندي أكس صراحة ما عندي ذكريات يعني ولا شي باني ذكروا أصلا أنا بخليون كلهم صراحة مموريز بحب معلم إذا ماي أكس ممكن أرجع عيشهم عشان يبطل إلى وجود فيهم حساب إذا حلو الشي اللي جاب لي أكيد بتركوا أنه سويت حلو ساحل بيبطريكا يعني عاد رواء طيب خلينا أرجع لك إليزا يعني هناك أشخاص بنشوفهم قادرين بأنهم يحتفظوا بكل هذه الذكريات المادية الملموسة من صور وغيرها بتصالح أيضا يعني ينظر لها وموجودة من ضمن الأغراض ويقول لك هذا مثلا خطيب السابق وزي كده هل هذه مرحلة التصالح اللي وصلها للإنسان هل هي من النج هل هو أنه بالفعل كانت العلاقة جميلة وأستحق الاحتفظ بالذكريات لأن أنا لاحظت أغلب اللي يمسحوا الذكريات ما كانت علاقة حب كانوا محتقدين إنها علاقة حب ولكن بيمسحوها من القهر لأنه أنا أضحك عليها وأصوصب عليها وكده يعني هو ممكن مثل ما قلت يكون تصالح مع الزيت أنه خلص أنا عملت سلام مع هذه المرحلة من حياتي ممكن أنظر له بطريقة أنه بغض النظر شو كانت قطعت وبطلت الأشياء تعمل تريجر بالذب ما بتقلمني يعني إيه ما بتقلمني هذه الفكرة أنه ما بتقلمني وفي ناس يمكن يعني بس يتركوا الشخص ممكن ينزعجوا أول فترة لما يشوفوا شغلة من عندهم يتذكروا تقلمون وبعدنا يعني نحنا كناس نحنا كتير يعني الأشخاص كتير قواية أكتر من ما الإنسان ممكن يتخير يعني لسه محللة مثل من نفقد حدا من عائلتنا أو أي شيء منقول يا أنا مستحيل عيش بلا هيدا الشخص بعدين بتنتبه أنه بتكملي حياتك وطبيعي والحيات بتكفي يعني فعننا هيدا المرونة النفسية يعني بتبين بعدين لما نكون عم نتألم وهيدا يعني هون منقدر نقول الحمد لله على النعمة النسيان حقيقي طبعا بزد الحمد والوقت يعني والوقت أكبر أكبر ليزا حاطوم يعني شكرا لك شكرا لوجودك كان شكرا لك راويو شكرا لك شكرا لك